الصوم والزكاة في صفر في ربيع في جماد في رجب في شعبان في سائر أيام الزمان يجب أن يخرج ما له زكاة ماله في ذلك الوقت ولا يجوز له أن يؤخر إلى رمضان بعض الناس يتعمد تأخير زكاته إلى رمضان حتى يوافق فضيلة الزمان نقول هنا فضيلة تتعلق بالعبادة ينبغي أن لا يفرط بها وهي أن يخرج الزكاة يوم وجوبه لقوله تعالى وآت وحقه يوم حصاده ينبغي إذا وجد في الزكاة أن يبادل الإنسان إلى إبراء ذمته ولا أخراج الزكاة وينبغي أن يراعي في الزكاة المستحقين لها فإن من الناس من يخرج الزكاة على غير وجه الوجه الذي شرعه الله تعالى وهذا لا ينفع إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الأبن السبيل فريضة من الله إذن هي مفروضة في جهات يجب أن تصرف إليها والله علي و الحكيم ترجمة نانسي قنقر